مع اقتراب حلول موسم الاستياف تصدر وزارة الداخلية تعليم حول استغلال الشواطئ لابلاغ المواطن بمجانية الدخول إليها لكنه يستدم في كل مرة بواقع مخالف يفرضه شباب هذه الولايات الساحلية تحت غطاء الأولوية لأصحاب المكان كما هو الحال في شاطئ كوال العائل بيتي بازا البيت شديد فيجارت الأولوية الأولوية أمامهم الذين ينقوت بما يستصلون احد packet من أولوية الأولوية هذه هي الخدمة والباركينج الكريم ورغم توفر بعض المركبات السياحية العمومية على قلتها إلا أن المواطن لا يجد الخيار للجوء إليها بسبب أسعارها المرتفعة والتي تفوق العشرين ألف دينار للليلة الواحدة وهو ما يدفع البعض لقضاء العطل خارج الوطن البعض نستعدل جواري ستقم لبالاك واحد سوصنة مل دينار ولكن هنا في بلدنا بالاك يصل لحتل دوصن مل دينار ويجب ان يجوزون أين يقارحين وين يقارحين تجيبون صح بالقضاء بينهة العطل والإطلاقه في الأفراد نحن نجوزون في بلدي أخر أنا نسجع سياحة جزائري بلائة 1200 دينار جزائري بالإقامة والإطعام تحولي 20 ألف دينار شكرا للمشاهدة. هناك الجزان والمير، حيث يجب أن نعرف 80% من الحالة. يجب أن الحالة الأستيباء منه. يجب أن نشاء القديم من المنزل للعامل لكننا يجب أن نجلب نحوال. إذا نريد أن نكون نحوالى طبيعي، كيف حقا بالنسبة؟ في الألغرب يوجد 1 200 کم من القطع. يمكننا أن يكون المسؤولين في الأفريق المسؤولون يبررون هذا الغلاء بالمصاريف التي يتطلبها تسير هذه المرافق السياحية الأطفال أيضا يرغبون في تطوير السياحة بالبلاد جاء الشبابين بالزاف يجب أن يفروننا أماكن للسياحة الموالف من أن القجل حيوانات ونقل ما عليش هذا ينقصني وتبقى الجزائر منطقة سياحية بامتياز تغري كل من تعرف على سواحلها الجميلة